جهود الكويت الخيرية تستمر في الجول الشقيقة والصديقة وهذه المرة في اليمن حيث أقامت جمعية النجاة الخيرية مشروع قرى الخيرين ضمن حملة الكويت بجانبكم بالفعل يا نورة ويتزامن هذا المشروع مشاهدين الكرام مع افتتاح قرية العجيل في محافظة لحج للنازحين والمتضررين جرى الحرب خلونا نتابع مع بعض هذا التقرير ضمن حملة الكويت بجانبكم وبحضور وفد من جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت تم افتتاح مشروع قرى الخيرين وهي عبارة عن ثلاث قرى سكنية لإيواء النازحين بمحافظة لحج حيث تتكون من تسعين وحدة سكنية بالإضافة لمسجد وفصول دراسية وإنشاء مشروع مياه لخدمة النازحين والذي يأتي بتمويلا من جمعية النجاة الخيرية وبتنفيذ من مؤسسة ينابيع الخير نحن اليوم متواجدين في محافظة لحج في الجمهورية اليمنية مثل ما تشوفون عندنا اليوم افتتاح قرى الخيرين اللي الحمد لله وصلنا عشر قرى إلى الآن في هذه الجمهورية فضل الله يعني أكثر من 1500 إنسان أصبحوا تحت سقف آمن ومأوى آمن في هذه البيوت الآمنة إن شاء الله استطعنا أن نبني المدارس والمساجد في هذه الغرى بالإضافة إلى توزيع سبر العيش لهذه الأهالي لعانتهم ولي تعينهم على استكمال الحياة كريمة آمنة في هذه البلدة الطيبة هذه القرى تم البدء في إنشاءها في أحد الشيخ نواف الأحمد رحمه الله واليوم يتم افتتاحها في أحد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله هذا يؤكد لنا استمرار الكويت في مسيرتها الإنسانية لإخوانها في اليمن وفي غيرها من الدول ودائما نذكر أن الكويت بجانبكم أميرا وحكومة وشعبا يتزامن ذلك مع تدشين دولة الكويت افتتاح قرية العجيل في محافظة لحج للنازحين والمتضررين من جراء الحرب والتي تتكون من 59 وحدة سكانية مجهزة بكل ما يلزم من أنظمة طاقة شمسية وتمديد شبكات مياه للقرية وكذا بناء مسجد ومركز صحي الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى اليوم رأينا أن انجزنا 59 منزل ل59 عائلة كذلك انجزنا افتتاح المركز الصحي للمساهمة بالعلاج وتطعيمات والوقاية من الأمراض كذلك افتتحنا المدرسة والفصولة التعليمية تظل دولة الكويت بسطة ذراعيها لليمنيين في مختلف المجالات ولا تذخر جهدا إلا وتفذله في سبيل دعمهم والتخفيف عنهم عبر تقديم الدعم الإنساني لهم تتحرك دولة الكويت بكل ثقلها الإنساني خاصة في قطاع الإسكاني والإيواء الأمر الذي يبدو واضحا مع تدشين جمعية النجاة الخيرية الكويتية لعدد من المساكن في القرى الخيرين هنا في محافظة لحج مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت محافظة لحج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر